أعطى وفد يمثل مصالح الأمن الوطني والسلطات المحلية والقضائية بمدينة تونات انطلاقة العمل بالمقر الجديد للمنطقة الإقليمية للأمن بالمدينة وجاءت هذه المبادرة بمناسبة تخليد ذكرى ثورة الملك والشعب وعيد الشباب المجيد وفي سياق التنزيل الميداني لمخططات العمل السنوية للمديرية العامة للأمن الوطنية الرامية إلى تطوير وعصرنة البنيات التحتية الشرطية تأتي هذه المبادرة في سياق التوجه العامة للمديرية العامة للأمن الوطني الرامي إلى الرقي بالمرفق الأمني وتقريب الإدارة للمواطنين واستثباب الأمن وحماية أشخاص الممتلكات تحت القيالة الرشيدة لمولانا جلالة الملك محمد السادس نصر الله وعيده وتم الحرص على إنشاء هذا المقر الجديد بموقع جغرافي يتوفر على ولوجيات متعددة فضلا عن تجهيزه بالمرافق الأمنية الأساسية الخاصة باحتضان مصالح الشرطة بتنوع وحداتها وفرقها وتخصصاتها الوظيفية وكذا بنيات الدعم اللوجستيكي والتقني والمعلوماتية بالإضافة إلى توفر المقر الجديد على فضاءات خاصة باستقبال المرتفقين وتوجيههم وخدمتهم وفق أعلى معايير جودة الخدمات العمومية التي تعتمدها المديرية العامة للأمن الوطني ترجمة نانسي قنقر